موازاة مع ذلك قال الكريملين اليوم الجمعين روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى للأسعار أو لأسعار موارد الطاقة الروسية وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال الشركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام حضرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي والذي تقول بروكسل إنه سيوقف 90% من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل